من أجل حل مشكلة سلامة مياه الشرب في جميع المناطق الريفية سافر الصينيون في السنوات العشر الماضية إلى المناطق النائية وعمق الجبال والتي لم تصل إليها آثار الأقدام في الماضي للبحث عن ينبيع المياه وصيانة القنوات خلال السنوات العشر الماضية تم بناء عدد كبير من محطات وخزانة المياه وأنابب إمدادات المياه التي كانت تتقاطع على الأراضي الجرداء الجافة في الماضي فطرأت اليوم تغيرات تاريخية على أسلوب استخدام المياه في الأرياف الصينية وتم تحقيق حل شامل لمشكلة سلامة مياه الشرب للفقراء في الصين